ايه مصطفى أشرف؟ قصة مصطفى أشرف يا كريم انا يمكن تواصلت مع والده مبارح خلينا اقولك ان الرغبة الاولى لمصطفى كانت اللي انتقال لنادي الأهل والأزمة زي طبعا مقال عمر أزمة البيع النهائي والعارة هي اللي عطلت القصة ويمكن ظهر التصريحات لوالد مصطفى أشرف مبارح ان هو بيقول انه أسرة اللعب كلها أهلوية وده أغضب شوية مسؤولي الزمالك لدرجة ان احد مسؤولي الزمالك وجهتنا مع مصطفى شلبي في البداية اللعب كان بيعاني مع الجمهور شوية نفسيا لحد طبعا ما أظهر تقلقه وأظهر ان هو لعب محترف فبلاش التصريحات الجدلية دي القصة كلها ان معتم الجمال بالمعاونة طبعا مع فريق السكاوتنج في الزمالك قدروا ان هم يجمعوا تقرير فني شامل على مصطفى وأقنعه كابتن أحمد سليمان ان هو يدخل بنفسه في حسم الصفقة والفرق البسيط أو ليه الزمالك خطف الأهلي من الصفقة عشان نفس اللي قاله عمر فكرة الإعارة والبيع يعني يمكن والده كان أكد ان اتفاق الزمالك أربع سنوات ونصف بيع نهائي مش إعارة حصل بعض الخلافات على نسبة البيع لأن الفريق الألماني كان عايز نسبة البيع 30% الزمالك شايفها كبيرة خاصة ده لاعب بإمكانه اللي احترافه مستقبلا فالنسبة كبيرة جدا لكن في النهاية أنا بأكد لك أن رغبة اللاعب الأولى كانت النادي الأهل ده نقطة مهمة ده نقطة مهمة وزي ما قلت لك فكرة الزمالك خايف دايما من فكرة اللعيبة غير ميقولها أهلوية اللي أقاربها دايما بيطلعوا بتصريحات جدلية دايما بيبقى فيه صدام مع الجمهور فدايما الزمالك يمكن دي كانت أزمة في البداية مع فتوح لحد طبعا ما فيه ناس كتير اللي ادخلت ويمكن كابتن طرق السيد أبرزهم ولكن الزمالك عايز اللعب اللي يجي يبقى علاقته كويسة بالجمهور عارف المشكلة فين مشكلة ان احنا تعودنا على فكرة الحاسسية دي اللي هو ايه انه هو ما ينفعش يكون اللعب ده أهلوي يروح الزمالك وما ينفعش اللعب ده يكون زمالكوي يروح الأهل رغم انه تاريخيا ياما زمالكوية وبالحالي الوقت مش تاريخيا فيه أهلوية يعني فيه لعيبة بتلعب في الأهل زمالكوية فيه لعيبة بتلعب في الزمالك أهلوية كانت ماء يعني وهم صغيرين يعني بس كده كده لعيبة الكرة لما بتروح لأي فرقة هي بتلعب لفرقتها أكل عيش عالميا كمان وعالميا عالميا الناس كلها عارف انه هو عايز الريال بالزبط كده خلاص انا قصتي احتراف مع باريس سانجوليو وفيه لعيبة تقلقت سيء مثلا مع الزمالك وصحابها أو زمالها عارفينهم بأهلوية بس بالاخر هو بيكسف بقيته خلاص بالزبط كده زي مدرب كمان برضه فيه مدربين كتير كابتن حمود الجهر يشتغل في الله يرحمه يعني اشتغل في الهدين ايوه فأنا معنديش مشكلة لما يطلع مثلا قصة مصطفى أشرف يقوله احنا أهلوية تمام مصطفى أشرف راح فيه الزمالك ايه المشكلة بالزبط فيش ايه مشكلة وعلى فكرة بقى بالمناسبة يعني اللي بيبقى عيلته زمالكوية وهو زمالكوية ومن صغره عادي ده هو أسهل واحد بيروح لأهلي صحيح والعاكس صحيح والأمسل كثير ده أسهل واحد في الأخل بيروح الزمالك حنا مجربين كل ده يعني المفتوض مش جيد علينا